بيقولك ان الطريقة اللي حنعرف بيها جو الفيلم ان دين تشارلز تشاتمان يبقى اخو ريتشارد مادن هي انهم هم اللي اتنين شبه بعض حضرتك مدرك كمية الاهانة اللي انت وجهتها لذكرى نيت ستارك بالفكرة دي؟ احداث فيلم ناينتين سفنتين بتدور اثناء الحرب العالمية الاولى وبتبدأ بالتحديد يوم 6 ابريل سنة 1917 وبتركز على الجنديين توم بليك وويل سكوفيلد اللي بيتم تكلفهم بمهمة حرجة جدا وفيه منتهى الخطورة بتوصيل رسالة خلف خطوط العدو من شأنها انها تنقذ كتيبة مكونة من 1600 جندي انجليزي من مجزرة المانية المهمة كمان حرجة جدا بشكل شخصي بالنسبة لبليك لان اخوه جوزف في الواقع ضابط في نفس الكتيبة اللي على وشك التدمير فيا ترى ايه اللي هيحصل من ساعة ما سمعنا عن فيلم ناينتين سفنتين واحنا ادركنا انه فيلم على قدر كبير من الاهمية يعني يكفي جدا ان احنا نقول ان ده الفيلم الحربي بتاع سام منداز بس كمان الحبكة بتاعته كانت متيرة للاهتمام والتريلر الاولى كانت فيه منتهى الجمودية بس كل ده في وقتها ما كانش كشف العنصر اللي اصبح الان الاكثر اهمية ما بين كل عناصر الجذب للفيلم وهو انه متصور كما لو كان لقطة واحدة كما لو كان دي مهمة شوية لان فيه ناس اخدت على عاطقها المهمة المقدسة بانهم يلاقوا الاطعاط اللي في الفيلم بينما الفيلم عمره ما ادعى ان هو متصور لقطة واحدة هو متصور كما لو كان لقطة واحدة وحتى وهو كما لو كان لقطة واحدة فده شيء في منتهى التعقيد ولما اي عمل في الدنيا بيقدم على شيء في منتهى التعقيد ده بيفرض علي سؤال مهم جدا قبل اي شيء والمفروض لو انتوا عارفيني كويس تكونوا تعودتوا عليه دلوقتي ليه؟ ايه الفايدة الفنية والدرامية اللي عادت على الفيلم من التصعيب ده؟ هل كانت ضرورية لأسلوب السرد ولا الفيلم كان ممكن يتصور ويتحكي بطريقة عادية؟ الاجابة بمنتهى الوضوح انها في رأيي كانت في منتهى الضرورة اولا لدعم الفكرة اللي الفيلم بيحاول ينقلها واللي حنتكلم عنها كمان شوية وثانيا لترصيخ الترابط ما بين المشاهد وما بين معاناة الابطال وثالثا لخلق نوع من انواع التفرد للحدوتة لان بمنتهى البساطة الفيلم ده لو كان محكي ومتصور بطريقة عادية كان الانطباع الاول عنه هيبقى انه مجرد سيفينج برايفت شاين تاني او ابوكليبس ناو تاني ولكن منهجية التصوير دي جابت معاها شوية مشاكل اولها هي تقليص احساس المشاهد بالابعاد الجغرافية للاحداث خلوني اكون واضح في حاجة مهمة جدا سام منداز بكل تأكيد مش تلميز الراجل في اول عشر دقايق ادى المشاهد احساس كامل بالجغرافية والتاريخ والمناخ بل وانه في رأيي كمان بينقل ابعاد جغرافية للاحداث ممكن تكون اكثر دقة من اي فيلم حربي تاني شفناه قبل كده بس ده واحنا بنتكلم على الواقعية مش على التجربة السينمائية في التجربة السينمائية البعد ما بين كل نقطة والتانية بانت زي ما تكون قصيرة جدا يعني احساسي الشخصي بعد رحلة ابطالنا ما بين اول نقطتين في الفيلم كان طب احنا مشينا ده كله ليه ده حضرتك لو كنت زعقت شوية كان التاني سمعك والمشكلة التانية اللي عندي هي التحيز الواضح في بعض الاحيان للابهار البصري واللي في بعض الاحيان كان بيشكل صعوبة في فهم تفاصيل المشاهد وبالتحديد المشاهد الحركية قوي بس كمان مرة طبعا واحنا بنتكلم على الابهار البصري فاحنا بنتكلم على حاجات على مستوى استثنائي ممكن اكون قاسي شوية وانا بسميه استعراض بصري لانه الحقيقة بينتمي اكتر برضو للواقعية في ان رحلتنا بتمر بمراحل كتير في اليوم فاحنا حنشوف نهار وليل وفجر ومغرب ولو انا صنع افلام شاطر ححب اعلي التحدي على نفسي وحط اصعب المواجهات فاصعب الاوقات والنتيجة دايما سلاح دو حدين طبعا فيلمنا مش مميز فقط بسبب التجربة البصرية وفلسفة التصوير بس في نفس الوقت مش عاوز اسيبي الكلام عن التجربة البصرية من غير ما اوضح هياليه فعلا متميزة لان الفيلم فعلا فوق الرائع على مستوى اللقطات الثبتة واللقطات المتحركة وفي الاضاءة والتلوين وتصميم الكادرات واللوحات يا له ويانا نحن نتكلم على روجر ديكنز يعني فالحاجات دي ممكن تكون بديهية وعموما مش هي دي العناصر اللي بتخلي الفيلم ده متميز فعلا بين باقي الافلام المتميزة فعلا على مستوى التصوير في 2019 التميز كله في حتة تانية في نقطة الالتقاء ما بين فلسفة التصوير وفلسفة الاخراج بالتحديد اكتر في المنظور في قرارات الفيلم في انه يختار لك ازاي تشوف اماكن معينة وشخصياتنا دخلنها وازاي تشوفها وشخصياتنا خارجين منها في قرارات الفيلم في انه يقولك انا عاوزك تشوف ايه وعاوز اخبي ايه عنك في قرارات الفيلم في امتى يدينا اللي شخصياتنا شايفينه وامتى يدينا اللي شخصياتنا مش شايفينه وامتى يدينا شخصياتنا نفسهم هنا بلاقي نفسي امام مشاهد كتير وكادرات كتير ممكن اكون شفت زيها قبل كده بس عمري في حياتي ما شفتها من الزاوية دي قبل كده على مستوى الاقاع ففيلمنا على عكس المتوقع بطيء في اغلب اوقاته ما بيحسسكش ان احنا في تجربة لاهثة وسباق مع الزمن لان ده بكل تأكيد مش تركيز الفيلم الاول او بمعنى اصح لما كان بيحب يعمل ده كان بيعمله بسهولة كبيرة جدا بس في اغلب الاوقات هو عاوزكم تركزه على حاجة تانية او حاجتين بالتحديد طبقات المعاناة الانسانية والطبيعة الحقيقية لفوضى الحرب وموضوع الفوضى والعبث بتاع الحرب ده هو فكرة الفيلم الرئيسية في رأيي خرارات كتير ومفاتيح كتير وتحولات كتير في الفيلم بتنطلق من نقاط عبثية جدا يكفي السبب اللي علشانه تكون فرقنا الثنائي ده اصلا يكفي الابعاد الجغرافية الغريبة اللي انا اتكلمت عنها في البداية دي يكفي السطر الاخير اللي الفيلم بيكتبه في سجل الرحلة كلها فيلمنا جرد كل التفاصيل الحربية اللي موجودة جوه الفيلم من صفات المجد والبطولة وسبنا امام فوضى وعبث لا ينتهي اما صفات البطولة والمجد والشرف والشجاعة فنسبها بالكامل للطبقات الانسانية في اختيارات شخصياتنا وهما بيواجهوا خطر الموت في الطبيعة المتضربة ما بين ثنائي البطولة اصلا ودي كانت من اهم النقط اللي لفتت نظري في بداية الفيلم وهي ان بطلنا مش متفقين على كل حاجة وان دوافعهم مش بالضرورة بتعكس قدر كبير من الشجاعة والتضحية دعم اكتر واكبر واوضح لواقعية التجربة الحربية في الفيلم حاجة حقيقة تخليك تحس انك موجود فيها مش بس بتتفرج عليها وتخليك على مستوى التجربة مش قادر تستنى النقطة اللي حتتحرر فيها منها ولكن في نفس الوقت على المستوى الانساني بقيت مرتبط بالشخصيات لدرجة انك مش عاوز تسيبهم وده مش كلام نسبي في الهوى دي حاجة انا استهى وعندي ليها دليل دليل على ان الفيلم ده بيوصل بالمشاهد لا اعلى درجات التواصل والتعاطف والتأثر من المؤسف شوية بالنسبالي ان انجازات الفيلم ده على المستوى الفني والتقني حتطغى قوي على تفوق الدرامي وعلى ابداعات فريق التمثيل بدليل ان احنا في موسم الجوائز قل ما نسمع اي شيء عن اي ترشيح لاي حد من فريق البطولة وانا في انتظار الجايزة اللي حيكون عندها الشجاعة انها تنتصر لجيل الشباب وتجيب لجورج ميكي الترشيح اللي هو يستحقه لاننا بنتكلم عن اداء يتقارن بمنتهى البساطة مع اعظم الاداءات التمثيلية في بطولة الافلام الحربية شخصيته واداءه كانوا من الاركان المهمة جدا في اعادة الاتزان لاحداث الفيلم بعيدا عن احكام الفوضى لانه قدم لنا رحلة حقيقية وتحول ملموس وانا هنا مقصدش اني اقلل اطلاقا من دين شارلز تشاتمن بس التواصل اللي حصل ما بين المشاهد وما بين شخصية ويلس كوفيلد حاجة تانية ضروري كمان اثني بشكل واضح جدا على الموسيقى بتاعت الفيلم اللي ممكن تكون افتقدت شوية للشخصية الموحدة بس كانت بتقوم بدور استثنائي جدا في المشاهد البرزة لدرجة ان تدخلها في احد المشاهد المهمة جدا قرب نهاية الفيلم نقل احساس المشاهد لمراتب ممكن تكون غير متناسبة مع اللي احنا كنا بنتفرج عليه درجة انفعال واهتمامه وتأثر ادعي اني كان مستحيل اوصل لها في غياب الموسيقى دي يعني مش عارف هو المشهد مشهور شويتين وحضراتكم بتشوفوه دلوقتي على كل وسائل التواصل الاجتماعي ومفيش مرة حتى وهم بيجبوه من منظور الكواليس بتاعت الفيلم بيشغلوه من غير الموسيقى التصورية 1917 فيلم حربي فريد جدا ومتميز جدا ومهم جدا وبكل تأكيد طبعا من افضل الافلام في 2019 مش عاوز اخد وقت عشان اعود افكر هو الفيلم ده لو دخل في قيمة افضل عشر افلام حيبقى في المركز الكام لان بصراحة اللي اهم من ده بكتير هو التفكير في اللي الفيلم كان بيحاول يقدمه لنا واللي التقليل منه في تأديري الشخصي يعتبر نوع من انواع الاهانة للمجهود والابداع والمخاطرات اللي تمت فيه مخاطرات كان لها اثار ايجابية استثنائية ولكن زي ما قولنا كانت دايما سلاح ضوح الدين واللي ممكن تكون تسببت في بعض المشاكل اللي من الصعب اغفالها حتى وهي جايبة معاها مكافآت مهمة جدا على مستوى تجربة المشاهدة تقييمي لفيلم 1917 هو 9 من 10 مايتسبش داي جدعان لازم يطرح في السينما سمعوا مني مناقشة الحلقة ايه هي الافلام الحربية اللي بتعتبروها حقيقي افلام متميزة وفريدة عن النمط السائد في الافلام الممثلة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شارو و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكركم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي